روحانية وتضامنية تعكس روحة أخي والتأذر بين أفراد الشعب الواحد في هذا الشهر قامت السلطات الولائية بتنسيق مع جمعية خيرية بولاية الطرف وكذلك مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن فقامت مأدبة إفطار جماعي على شرف الأشخاص المقامين بدار المسنين بركبة حيث كانت الأجواء دافئة رغم برودة الطقس وتخللتها تكريمات رمزية لأبنائنا وأمهاتنا الذين أعربوا عن فرحتهم الكبيرة لهذه المبادرة القيمة يشام جسمي تحيي ليلة النصف احتفالا بهذا اليوم قررنا إفطار جماعي على شرف مقيمي دار الأشخاص المسنين بالمطعم المركزي بولاية الطرف الحمد لله ربي يعني اليوم بهذه المبادرة حبينا ندخل البسمة والفرحة في قلوب أمهاتنا وأبائنا اللي محتاجين دعم ومحتاجين رعاية منا يعني نشكر الجميع اللي سندنا وعاوننا في إنجاح هذا المبادرة الخيرية يعني الذي تعطى فر من أهم المبادرات تم إفطار جماعي على شرف مقيمي دار الأشخاص المسنين عين عسل هذا الإفطار لجبر خواطر أبائنا وأمهاتنا المسنين وكان على مستوى مقر الولاية بدعوة من سيد والي الولاية وتحت إشراف مجموعة من الجمعيات الفاعلة صحف طوره وكل صرته سيد الولي ونشكره نشكره نشكره بالشركة بيا بالمقيمين تاعي بيا بالخدامة تاعي نشكره سيد الولي والداس ترجمة نانسي قنقر